أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد أقل قولنا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أجلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغافرة وأجر كريم إنا نهل نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أشحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تطلبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسارفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا ما في الضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه من بعده من جنب من السماء وما كنا موسرين إن كانت إلا شيحة واهدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلقنا قبلهم من الكرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع ندينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت وعيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق العزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مفرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادا كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أم تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم يركبون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعهم من لو يشاء الله أطعبه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد كنتم صالقين ما ينظرون إلا صيحة واهدة تأخذهم وهم يخسمون ولا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجدى فيما ربهم يعشرون قالوا يا ويمنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم جميع لدينا مهبرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجشون إلا ما كنتم تعملون إن أشحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على رضائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أضل منكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جحنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تقفرون اليوم نخدم على أفوائهم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاسطبقوا الشراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مبيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيق الضال على الكافرين أولم يروا أنها لقنا لهم مما ملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يعزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأننا خلقناه من نقافة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي عظام وهي رمين قل يهييها الذي عاشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأهبر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقالر على أي خلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم